لو انتوا قلانين على اقتصاد مصر وبتفكروا يطرى وضعينا هيكون ايه بعدين ويطرى الجنيه متقبلوا هيكون ازاي الفترة اللي جاية يبقى الفيديو ده علشانكم وده لاني في مؤسسة دولية اكدت ان مصر هتكون ضمن السابع اكبر اقتصاد عالمي في المعادة فخليكم معاي علشان اقول لكم ايه الحكاية وازاي مصر الفترة اللي جاية هتبقى في حتة تاني خالص انا ايه الوليني يكمل معاي الفيديو للاخر علشان تعرف كل التفاصيل بنك الاستثمار الامريكي جولمان سيكس توقع في تقرير حديث لي نشروا موقع العربية نت ان خريطة اقتصاد العالم كلها هتتغير وده معناه انه هيكون في تغيير كبير في اكبر الاقتصادات العالمية وكمان القائمة اللي كلنا متعودين عليها هيتعاد ترتبها من جديد التقرير توقع ان الصين في طريقها عشان تكون اكبر اقتصاد عالمي قبل سنة عشرين خمسة وسبعين وده لانه متوقع ان الناتج المحلي الاجمالي لها هيوصل لسبع وخمسين تريليون دولار طيب مصير مصر ايه؟ من الناحية دي ما تقلقوش خالص وده لان التقرير شايف ان الاقتصاد المصري هيكون في المرتبة السبعة عالميا وده معناه انه هيكون متقدم عن كل اقتصادات اوروبا بناتج محلي هيعدل عشرة تريليون دولار وده مش كلامنا ده كلام بنك جولمان ساكس وده واحد من اكبر البنوك الامريكية مش بس كده ده قالك كمان ان الهند هتتفوق على الولايات المتحدة وهتبقى تاني اكبر اقتصاد عالمي وده معناتج محلي اجمالي اتنين وخمسين ونص تريليون دولار المفاجأ ان الولايات المتحدة هتكون في المرتبة التالتة بناتج اجمالي واحد وخمسين ونص تريليون دولار تخيلوا بقى ان المانيا اللي بتعتبر صاحبة اكبر اقتصاد دلوقتي في اوروبا هتكون في التوقيت ده في المركز التاسع عالميا خلف البرازيل طيب ازاي هنوصل للمرتبة دي عالميا وهنفس دول أوروبا التقرير ده كشف عن طفرات كبيرة هتحصل في معدلات النمو الاقتصادي للدول وعلشان كده توقع التقرير ان الاقتصاد المصري يوصل للمرتبة الـ 12 عالميا بحلول سنة 2050 وده مع ناتج محلي إجمالي هيقرب من 3.5 تريليون دولار وده معناه ان الناتج المحلي بتاعنا هيعدل تلت حجم اقتصاد منطقة اليورو واللي هتوصل لـ 30.3 تريليون دولار بحلول سنة 2075 ولو انتوا فاكرين في شهر مايو اللي فات وكالت فيتش للتصنيف الـ 8 طلعت وقالت انها بتتوقع في تقرير لها عن الاقتصاد المصري انه يتضاعف حجمه لـ 16 تريليون جنيه وده من نحو 8.5 تريليون جنيه وده خلال السنوات الثلاثة الجيين ولو مش مصدق ان مصر هتكون زي ما بنك جولدمان ساكس متوقع ضمن قيمة اكبر 10 اقتصادات في العالم وده بحلول سنة 2075 تعالوا وانا اقولك ايه هم العشر دول بالترتيب عندك الصين رقم واحد بنتج محلي 57 تريليون دولار المرتبة الثانية هتكون الهند بنتج محلي 52.5 تريليون دولار اما رقم 3 فيكون من نصيب الولايات المتحدة بنتج محلي 51.5 تريليون دولار 4 هيكون لدولة اندونيسيا وده بنتج محلي 13.7 تريليون دولار وفي المرتبة الخمسة بتيجي نيجيريا وده بنتج محلي 13.1 تريليون دولار فاكستان في المرتبة السادسة بنتج محلي 12.3 تريليون دولار أما مصر فهتكون في المرتبة السبعة بنتج محلي 10.4 تريليون دولار البرازيل هتاخد رقم 8 في الترتيب وده بنتج محلي 8.7 تريليون دولار ألمانيا هتكون رقم 9 في القيمة بنتج محلي 8.1 تريليون دولار المكسيك هتكون رقم 10 في الترتيب وده بنتج محلي 7.6 تريليون دولار دلوقتي بأقول لي رأيك في التقرير ده هل شايف اقتصاد مصر قادر يحق الترتيب ده ولا لا شاركو نبرأيكم في تالي أد